استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدر انهيان رئيس الدولة حفظه الله أجاي بنغا رئيس مجموعة البنك الدولي وذلك على هامش حفل تكريم عدد من المسؤولين الدوليين تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشان تغير المناخ كوب 28 الذي استضافته دولة الإمارات واخر العام الماضي ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في أبو ظبي برئيس مجموعة البنك الدولي وبحث معه مختلف جوانب التعاون وإمكانياته بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي